عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع نقابة العامة للاتصالات بمشاركة عدد من رؤساء اللجانة النقابية وذلك بمقر تحدي عمال مصر لعرض رؤيتهم لقطاع العمال واستعراض مشكلاتهم والحياة النقابية بالإضافة إلى مقترحاتهم لدعم الحوار الوطني وخلال الجلسة طالب النقابيون بضرورة التدقيف بشأن أهميته ودور العمل النقابي والعمالية بجانب تدريب النقابيين على العمل النقابي وكيفية التعامل مع مشكلات العمال وإدارة الشركات وكذلك ضرورة تدريبهم على التفاوض بما يحقق مصالح المؤسسات والعمال على حد سواء